المركز له اهتمام كبير جدا بالقطاعات الانتاجية والقطاعات الخدمية بشكل تفصيلي حريص انه هو ان الريسيرش بتاعه يبقى عملي ويوصل يعني يقدر يؤدي الى تحسن في الاداء عملنا مجموعة من الدراسات اسمها مراصد التنفسية بنشوف التنفسية بتاعة القطاع لان احنا متعودين في مصر ان احنا ما بنقيم الاداء بتاعنا بنقرر نفسنا بنفسنا يعني نمسك القطاع ونروح لها نفسنا زدنا 10% نقوم نتبسل جدا ونسقف وبتاعه ويبقى العالم في حتة تانية خالص وبالتالي اهم حاجة ان احنا الاول نعمل الـ positioning بتاعنا نشوف احنا موقعنا فين من العالم ومش بس من منظور الدور التانية بتعمل ايه ده كمان نشوف العالم بيسعى الى ايه واحنا فين منه وانا هشرح المقصود بالكلام ده مهم ان احنا عملنا مرصد التنفسية ده لقطاعين تلت قطاعات انتاجية عملنا لملابس الجاهزة والصناعات الغذائية ولصناعة المفروشات وعملناه لقطاع خدمي وحيد اللي هو قطاع السياحة لأهمية هذا القطاع الكبيرة جدا وانهو عنده فرص تنموية عالية جدا اما بنيجي نعمل مرصد التنفسية ده بندور على المصفوفة بتاعة التنفسية اللي هي فيها الريزنج ستار والديكليينج ستار والميس اوبرتونيتي الريزنج ستار معناها ان مجال مصر بتتقدم فيه والعالم كمان بيتقدم فيه ديكليينج ستار معناها مجال العالم مش مهتم به وفيه تناقص واحنا عمالين شغالين فيه تمام يعني والفرص الضيعة هي ان هو العالم بيتطور في هذا المجال واحنا بعيد عنه وهي دي الحتة اللي احنا مفروض ان احنا نسعى ان احنا نشتغل فيها واخر مربع من المصفوفة هي ان العالم بيتراجع واحنا بنتراجع معي بان احنا يعني تفكرنا سليم مية مية كده فبنتبق هذه المصفوفة على القطاع بتاع السياحة اما عملنا هذا المرسل للتنفسية جمعنا فيه معلومات كتيرة جدا جدا واشتغلنا فيه بالتعاون مع القطاع الخاص اللي شغال فيه السياحة على شمالي مجموعة ضخمة جدا بيمثلوهم الاستاذ الهامي والاستاذ عيسى موحامل التقديم دلوقتي وعرضناه كمان قدام مجلس النواب وبيشرفنا ان معنا دكتور صحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة السياحة وكان مفروض يكون معنا على فكرة الدكتور حسين عيسى اللي هو رئيس لجنة التخطيط بس هو يعني اتظر على الاخر دي جاء الاجتماع مفاجئ بعد ما عملنا دي قلنا طب احنا لا نكتفي بان ان احنا نشوف مكاننا ايه في التنفسية احنا لازم نحط السياسات المطلوب ان احنا نغيرها وبعدين قلنا مش عايزين نحط السياسات وخلاص احنا عايزين نعمل خارطة طريقة وفعلا انتجنا خارطة طريق بشكل مبتكر ومختلف وسهل وانا اعتقد ان كلكم خدتوا منها نسخة وانتوا داخلين محدش خد نسخة وانتوا داخلين طب هتاخدوا نسخة وانتوا خارجين ها هتاخدوا نسخة وانتوا خارجين يعني اه لا من غير فلوس من غير فلوس القريطة على بعدها ايه هتاخدوا نسخة وانتوا خارجين والعرض كله حيبقى عليها القريطة من اول من اول مربع لاخر مربع وهنشرح التفاصيل لا محايتك هتتباحها هنا هي هتتتعرض هنا بالكامل متقلقش وممكن نجيبها حالة يا مش مشكلة خالص بس حالك هتشوفها هنا في العرض بدل الورقة هنفرج بقى خرايط وحاجات كده خريطة الطريق بتاعتنا بتطرح ثلاث اسئلة واضحين جدا احنا فين؟ عايزين نروح فين؟ ونروح ازاي؟ بس بالتفصيل بالتفصيل الكامل وانا مش مطلوب اكتر من كده وهيتقدم العرض بتاعها بس قبل العرض انا عايزة هيقدم يعني ضيوفي اللي انا سعيدة جدا بوجودهم وهبتدي بالاستاذها صحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان المصري ليه بقى اهم شخص يعني لو احنا عايزين نزوقه اي حاجة لو بعرفتيش انت تزوقيها بقى يبقى عندنا مشكلة هي بالاضافة لهذه السفة هي عضو مجلس ادارة مجموعة ضخمة من الشركات مجموعة شركة طلعت مصطفى القبضة وشركة اسكندرية الانشاء والديكور اسكندرية الانشاءات اسكندرية الزراعية ايه موضوع اسكندرية؟ كلهم اسكندرية؟ هي تاكل الاعمال الكهربائية والميكانيكية اسكندرية الصناعات الزجاجية والخشبية فيها انا قدامي بتاع عشرين شركة كده وحصل على الليسانس ادايا بقسم لغة انجليزية مش حول السنة ومقيادة حاليا بالسنة هو ربع حقوق بس ربع حقوق بالزبط والانشاء مجموعة كبيرة من الانشطة الاجتماعية والخيرية معايا كمان الاستاذ الهامي الزياد صديق عزيز ولنا بعتبره شخصيا ابو السياحة وكله بقى يعد يزعل ما يزعل مش مهم بس هو هو ابو السياحة في مصر ورئيس مجلس ادارة رعوض بالمنتدى بالمجموعة شركات امكو ترافل وعوض جماعة العومية لمصر التيران وعوض مجلس ادارة لكل من شركة القبضة للتيران والملاحة الجوية وشركة القبضة للسياحة والسينما وشركة الفندقية رمضة النتاج الاعلامي ومجلس الاعلى للتسعير التابعة لوزارة التيران المدني وعنده ماجستير في ادارة الاعمال ودكتوراه فخرية في ادارة الاعمال وبيكلم اسباني ما كنتش عارفة عن الموضوع ده ودبلوب من اللغة الاسبانية وتقلد مجموعة من مناصب كبيرة جدا فهو يعني كله سياحة معنا كمان الاستاذ هيسم نصار مدير عام فندق هيلتن Pyramids Golf Resorts الاستاذ هيسم نصار عنده خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال الفندقة والضيافة وتولى عددا من المناصب مختلفة في مجموعة هيلتن العالمية منذ عام 88 بما في ذلك مجموعة فنادق هيلتن أوروبا وشرق الأوسط وأفريقيا أعوض مجلس إدارة رئيس فرع القاهرة لغرفة المنشئات الفندقية أعوض مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وحائز على مجموعة من الجوائز فمجموعة الحياة مشرفة جدا وأنا برحب بحضراتكم هنبتدي بدون تأخير عضو مجلس نواب تاني جالنا هو وعضو مجلس إدارة محمد زكريا رحيدي هنبتدي العرض أنا عايز أقول بس كلمة بسيطة على المنهجية قبل ما تبتدي العرض الأستاذة راشا سيف الاقتصادي عندنا في المركز هنا المنهجية بتاعتنا كانت مبنية على طبعا الاطلاع على كل الدراسات اللي اتعملت وعلى مسح ميداني على المناطق السياحية المختلفة وتشاور كبير قوي مع قطاع السياحة الاثنين الموجودين معنا بيمثلوه بس الاجتماعات كانت مع مجموعات يعني كبيرة جدا البيانات الموجودة عندنا جاية من تقارير التنفسية بتاعت السفر والسياحة اللي صدر على المنتدر الإقصادي العالمي وتقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة وطبعا وزارة السياحة المصرية عايزة بس اشير ان احنا الدراسة بتاعتنا وقت ما يعني جينا نعملها عملناها يعني طلبنا البيانات الخاصة بسنة 2017 وجلنا مجموعة من البيانات من المزارع بعد كده يعني عرفنا ان واقع البيانات يعني بتاعت 2017 لم تعلن بعد وتم تصحيح هذا من قبل الوزارة فاحنا بنين التوقعات اللي هنا على الواقع بتاع 2016 واقع 2016 هو اللي مبني عليه هذه التوقعات وبنترح التساؤلات التلاتة تقدر يا راشي السباح الخير احنا دايما بنبتدي باين نحن دي نقطة الانطلاق بتاعتنا تمام كده بنبتدي دايما بتقييم الوضع الحالي قبل ما نشوف بعد كده احنا عايزين نروح فين او ايه هدفنا المستقبلية وبالتالي بنبتدي نشوف احنا ايه وضعينا دلوقتي بنبدأ بسلسلة القيمة لقطاع السياحة اول حاجة فيها بتبدأ بالتسويق للمنتج السياحي وده بيكون من خلال هيئة تنشيط السياحة وشركات السياحة والفنادق وغيرها بعد كده بيجي توفير الانتقالات الدولية سواء جوي او بحري او بري توفير بعد كده سبل الاقامة سواء فنادق ثبتة او عائمة او مطاعم يجي بعد كده تنظيم البرنامج السياحي وما يشتمل عليم المظاهرات السياحية وغيره واخيرا توفير الانتقالات الداخلية سواء جوي او بري بعد كده بنعرض لمحة سريعة عن اداء القطاع احنا بنعرض هنا عامين 2010 و2016 بالنسبة 2016 هو احدث عام متاح بياناته كاملة زي ما اشارت دكتور عبلا وبالنسبة العام 2010 هو دايما بيتخذ عموما كعم مرجعي في قطاع السياحة لانه هو العام الاكثر يعني كان جذبا للسياح في مصر في الوقت ده وكان الاعلى من حيث الارادات السياحية بالتالي بناخده عادة كما رجع لنا فبالنسبة العدد السائحين الوفيدين في 2010 كان 14 مليون سائح في 2016 5.4 مليون سائح ومن حيث الارادات السياحية في 2010 كانت 12.5 مليار دولار و2016 2.7 مليار دولار زي ما دكتور عبلة قالت احنا دايما لما نقيم الوضع الحالي احنا ما نحبش نكتفي بس بان احنا نرصد التغير الدوري اللي بيحصل لموقف مصر دايما بنحب نقارن وضع مصر بالنسبة لمنافسيها وفي اختيار منافسيها احنا دايما بنعتمد على الفكر بتاع الاقتصادي الهندي سان جايلال هو قسم الدول المنافسة لتلات مجموعات رئيسية المجموعة الاولى الدول التي يحتدى بها او الرول مادلز وهي الدول الرائدة في قطاع السياحة بتكون الاكثر جذبة للستائحين عالميا وفي الدول المنافسة ودول الديريكت كومباتيترز لمصر في المجال ده ودول الجوار هي الدول اللي بتربطنا بيها خصائص مماثلة جغرافية وثقافية وغيره وبالتالي احنا اعتمدنا هنا بعرض لمؤشر التنافسية للسفر والسياحة اللي بيصدر عن الملتدى الاقتصادي العالمي وبالنسبة للبيانات الصادرة عن اخر تقرير صادر في 2017 هنلاحظ هنا ان مصر في مركز متأخر نسبيا 74 من بين 136 دولة بالرغم من احنا برضو لازم اقول ان احنا تقدمنا حوالي 9 مراكز عن التقرير السابق له بس احنا ما زلنا في مركز متأخر من احنا تقدمش بس عن الدول المحل المقارنة غير عن تونس اللي في المركز 87 والاردن في المركز 75 المؤشر ده بينقسم لاربع مؤشرات فرعية البيئة المواتية السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية البنية التحتية واخيرا الموارد الطبيعية والثقافية احنا للتسهيل رمزنا لترتيب بتاع الدول ومصر بالنجوم فحنلاحظ ان بالنسبة للبيئة المواتية احنا عندنا نجمة واحدة بس والبنية التحتية نجمتين احنا هنا ترتبنا متراجع بالنسبة لدول المحل المقارنة وترتبنا يعتبر جيد نسبيا وبنقصد هنا بجيد نسبيا ان احنا بنتقدم على دولة او دولتين من الدول المحل المقارنة وده في المؤشرات السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والمؤشر الخاص بالموارد الطبيعية والثقافية ايضا زي ما شرح الدكتور عبلة عشان نشرح تنافسية مصر احنا لازم نشرح التنافسية بالنسبة للانشطة السياحية كمان تحديدا فبنشرحها عن طريق مصفوف التنافسية الانشطة السياحية هي طبعا لما تتم تطبيقها على قطاع السياحة وده طبيعته المختلفة كقطاع خدمي ما بتنتبقش نفس الافكار او المفاهيم العامة زي ما دكتور شرحتها بالضبط عليه لاختلافه عن القطاعات السلعية وبالتالي احنا هنا عندنا في قطاع السياحة في مصر ينطبق عندنا النجوم السعيدة والفرص الضائعة لو ابتدينا بالنسبة للنجوم السعيدة نقدر نقول ان دي انشطة سياحية مصر لها فيها مزايا نسبية عديدة ولكن في الاخر لها حدود حدود بمعنى لو ابتديت بالسياحة الثقافية ان نشاط السياحة الثقافية في مصر احنا بنتميز بمزايا نسبية خاصة جدا وتاريخية ولكن عالميا النشاط السياحة الثقافية عموما فانحصار بعدما كان بيستحوز على نصيب 60% من حوالي 20 سنة لحد مرورا بال20 سنة دي احنا وصلنا حوالي 15% ده على مستوى العالم بس اللي احنا بنقوله ان استغلالا للمزايا النسبية دي حتى لو هو في قطاع بينحصر عالميا الـ 15% دي احنا لو ماستحوزناش عليها كلها يبقى القال نستحوز على اكبر نصيب منها بالنسبة كمان لسياحة الشواطئ والغوص هي برضو نجوم صعيدة بالنسبة لمصر لان احنا عندنا طبعا بنشتهر بالشواطئ الخلابة والشعب المرجنية وبالتالي احنا دايما عندنا بوتانشي الكبير في النوع ده اي عموما زي مثلا عدم تأكل الشعب المرجنية وبالتالي ليه حدود نيجي عند الفرص الضائعة ودي فرص غير مستغلة استغلال كامل مع انها ممكن تدرع وقت كبيرة جدا جدا لمصر لسه مش مستغلة كاملا حاليا وكمان ممكن تجيب انشطة سياحية اخرى مرتبطة هقول ازاي الفرص الضائعة دي زي سياحة المؤتمرات والحواف السياحة الاستشفاء الطعام السينما والمسرح الدينية وغيره مرتبطة بانواع اخرى انه زي مثلا لو فيه طبيب جاي يحضر مؤتمر علمي تحت سياحة المؤتمرات والحوافز هو في نفس الوقت لو تنظم له برنامج سياحي مظبوط هيبقى عنده كمان هيقدر يمارس سياحة ثقافية انه حيروح مزارات سياحة شواطئ انه حيروح يزور شواطئ وبالتالي نوع واحد من السياحة ممكن كمان يضر بعائد اكبر من الانواع الاخرى المرتبطة بي بعد ما عرضنا زي ما قلنا احنا فين او اين نحن زي ما احنا بنقول على خريطة الطريق عايزين نشوف اين نريد ان نكون في 2020 عشان نقول اين نريد ان نكون لازم يكون عندنا رؤية الرؤية ان احنا نستعيد مكانة مصر على الخريطة العالمية كمقصد سياحي للوافدين من مختلف دول العالم وانها كمان تكون مقصد عالي الجودة في 2030 الرسالة اللي مفروض تحققلي ده ان انا نبتدي طبعا احنا هنعالج او الجهة الضعف اللي بتواجه القطاع وكافة الانشطة الوعيدة اللي احنا قشرنا لها قبل كده وفي نفس الوقت بس احنا قلنا الانشطة الوعيدة يعني زي الثقافية والغطس زي ما اشارنا بس ممكن حاليا نأجل سياحة المغامرة لبعد عشرين عشرين لحين استقرار الاوضاع الامنية في المناطق دي المناطق المعنية يعني بسياحة المغامرة الشعار او السلوجن اللي بنتبنيه هو الشعار المتبنى من وزارة السياحة هو ايجبت where it all begins بالتالي الهدف العامي اللي احنا عوزين نوصله هو جذب 16.695.000 سائح بحلول عام عشرين عشرين وتحقيق 8.3 مليار دولار كإرادات سياحية الاهداف الكلية الكمية بنستهدف تحقيق معدل نمو المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 6.1% ومعدل النمو المساهمة في خلق فرص العمل 4.6% ومعدل النمو المساهمة في الصادرات 10% والمستهدفات دي او التوقعات دي كانت متبنى او معلنة من المجلس العالمي للسفر والسياح الهو WTTC وان كانت كانت معلنة لحد عشرين سبعة وعشرين ولكن مع البحث الميداني اللي عملنا والمناقشات مع الخبر في المجال لقينا ان فيه توقعات اكثر تفاؤلا من المحطوط دان الحاجات دي ممكن فعلا تتحقق في 2020 بشرط طبعا انه يتم تبني كافة السياسات الصحيحة السليمة اللي هي بعد كده هنعرضها وحنعرف ايه هي تفصيلا فيه بقى اهداف فرعية تنبطط من الهدف العام اللي احنا اشارنا اليه بس قبلها حابة اقول وده حيبان بعد كده في الجدول اللي حنبين فيه اعداد السائحين المستهدفين من اكبر الدول اللي بتدي سياح لمصر ان احنا مقسمين السائحين وفقا لاربع مجموعات المجموعة الاولى هي الاقل انفاقا 25 دولار ودول غالبا بيكونوا من دول اوروبا الشرقية والجنوبية وبتكون انشطة مرتبطة بسياحة في الليلة السياحية تمام في الاغلب من دول اوروبا الغربية وبتكون الانشطة مرتبطة بالسياحة الثقافية وسياحة الشواطئ مرتفع الانفاق 130 دولار حوالي طبعا في الاغلب من دول امريكا الشمالية تكون الانشطة غالبا سياحة ثقافية وطرفيهية واخيرا الاعلى انفاقا واللي هو بينفق على أقل 250 دولار في الليلة السياحية وده غالبا بيكون من كافة الدول ويكون مرتبط بالأساس بسياحة المؤتمرات والحوافز والمعارض بعد كده بنستعرض الاعداد المستهدفة من السائحين الوافدين الى مصر من أكبر الأسواق التي تعتمد عليها مصر لجذب السياح وده الأعوام 2018 و2020 طبعا مش هقرأ كل الأرقام يعني عشان ما أثقلش على حضراتكم بس لو قلنا مثلا من أهم دول أوروبا الشرقية والجنوبية روسيا بنستهدف في 2018 جذب مليون سائح و2024 مليون أوكرانيا 700 ألف سائح و1.260 ألف في 2020 بعد كده لو أخذت أمثلة من دول أوروبا الغربية ألمانيا في 2018 نستهدف منها 1.200 ألف وفي 2020 مليون و500 ألف سائح مثال آخر من دول أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية نستهدف في 2018 300 ألف سائح و600 ألف في 2020 وصولا للدول العربية السعودية 500 ألف سائح في 2018 و2020 600 ألف سائح الكويت 200 ألف في 2018 و300 ألف في 2020 في الآخر ده بيوصلنا للإجمال العام المستهدف نستهدف في 2018 أن نجدب حوالي 9.38.000 سائح وفي 2020 نجدب 16.695.000 سائح من ضمن الأهداف الفرعية زيادة كراسي كافة أنواع الطيران بداية بالطيران المنتظم نستهدف فيه زيادة الكراسي بنحو 2000 كرسي في الأسبوع خلال من سنتين لثلاثة والطيران العارض زيادته إلى 295 رحلة يوميا والطيران العارض إلى الساحل الشمالي خصيصا زيادته من أربعة إلى خمس رحلات يوميا أي ما يعادل نحو 48 ألف كرسي سنويا في فترة الذروة التي تبقى من منتصف يوليو إلى منتصف سبتمبر بالنسبة للإرادات السياحية المستهدفة في 2018 مرتبطة بعض فيها الإطار المؤسسي وضع تعرضه دكتور عبلة ومتابعة الأداء بناء القدرات أنا بس بدي عنوين عشان سنقص في التفاصيل بعد كده السادة الحضور هم سيعرضوا النقاط الأكثر أهمية وإعادة تأهيل المنشآت السياحية وسائل النقل والتسويق وإدارة الأماكن السياحية فيه كمان مجموعة من الإجراءات المقترحة وخاصة بكل النشاط السياحي الأنشطة السياحية التي تكلمنا عنها الطيران المعارض والمؤتمرات الغصو الأنشطة البحرية الثقافية الدينية الحج والعمرة السياحة الاستشفائية السياحة البيئية والسياحة الخضراء وسياحة الطعام وسياحة المغامرة يعني مثلا برضو كمثال الحاجات المقترحة مثلا في سياحة الغص والأنشطة البحرية أنه من ضمن الإجراءات مثلا تفعيل قرار حضر السيد في المحميات الطبيعية خارج في المحميات الطبيعية وخلال مواسم تزاوج الأسماك في محافظات جنوب سينة والبحر الأحمر بس طبعا ده لازم يكون مصاحب لين يبقى فيه صرف للتعويضات للصيادين وكمان يبقى فيه عقوبات كافية على المخالفين فيه كمان إطلاق بروتوكول متضمن لعقوبات رادعة لضمان منع التلوث في البحر الأحمر فيه وضع قواعد ثارمة لتنظيم سياحة الغص ومنع الممارسات غير المهنية إصدار وتوزيع التقرير السنوي المعني بالرصد الدوري لحالة الشعب المرجانية والبيئة البحرية تخصيص ميزانية للتمويل لبرامج التدريب عشان بعض المدربين والمرشدين بيعانهم من ضعف المستوى الفني وأخيرا القضاء على تضارب الاختصاصات بين وزارات السياحة والنقل والاتحاد المصري لغوص بشكر حضراتكم دلوقتي هنرجع تاني للنقطة الخاصة بالعناصر العامة دكتور عبلة هذيك هتشرحي للإطار المؤسس شكرا يا رشا شكرا يا رشا على الأرض أنا بس في عايز أتكلم في الحتة في الأليات على نقطتين مهمين جدا تفصيلا لأنهم مربط الفرس القصة بتاعة الإطار المؤسسي الإطار المؤسسسي عشان قطاع السياحة ينجح محتاج المقترح اللي احنا حطينه إن يكون فيه نائب لرئيس الوزراء مختص بالتنسيق ما بين التلات وزرات اللي هما السياحة والأصار والطيران لأنه بينهم تداخل كبير جدا ولخبطة جمدة جدا ما بينهم ووجود هذا النوع من التنسيق حيحل حاجات كتير قوي مطلوب كمان في الإطار المؤسسسي إن يكون فيه وحدة للمعلومات تكون تابعة لنائب رئيس الوزراء ده بتعمل تجميع وتحليل للدراسات السوق وتكون مشرفة عليها مطلوب إن يكون فيه يكون يتولى كل ما يخص السياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز لأن دي عالم في حد ذاته ومفروض أن هي بتحدد من قبل الإيفنت بسنة قصة كبيرة جدا إحنا مش واخدين بالنا منها يكون ممثلين في الليجان الاستشارية موجودين من القطاع الخاص من زاوي الخبرة في التخصص وفقا للمعايير العالمية محتاجين أن يتم فيه إعادة هيكلة لوزارات السياحة والطيران والأثار والهيئات والشركات التابعة لهم بما يتفق مع رؤية قطاع السياحة ككل وتحديد الإدارات ذات العلاقة ودورها ومؤشرات أداءها محتاجين أن يكون فيه استقلال للتحاد الغرف السياحية عن وزارة السياحة يكون فيه استقلال عشان يبقى فيه إمكانية أن المنظومة تتحرك إلا ويكون الرقابة بس موجودة في الأنشطة التي وزارة السياحة بتدعمها ماليا وفي الحالة دي هي لازم ترأيب عليها يكون فيه بيانات محدثة خاصة بالقطاعات ككل متاحة لمجتمع الأعمال السياحي تستكمل منظومة التأشيرة الإلكترونية التي نحن عاملينها التي هي مبادرة السيد الرئيس إطفاء طابع المرونة على إجراءات إصدار التأشيرة المصرية بتسهل جدا هذا الموضوع يعني أنا أفتكر قريب اليونان كانوا يدخلوا الناس شبه من غير فيزا الحقيقة يعني كده سريع عشان خاطر عارفين إن ده خير على طول البلد ما كانت كافة النوافذ البرية والبحرية القائمة لكافة الأنشطة السياحية ده بالنسبة الإطار المؤسسي النقطة التانية برضو الخاصة بمتابعة الأداء لأن إحنا لو زبطنا الإطار المؤسسي وحطينا آلية لمتابعة الأداء خلاص زبط الزبط السيستم محي تصلح لوحده متابعة الأداء لازم يكون فيه دور كبير جدا لمجلس النواب في متابعة الأداء بمؤشرات أداء واضحة وكمان يكون فيه دور للمجتمع المدني للتأكد من تحقق المستهدف بينما الأهداف كمية ونوعية وسلامة السياسات والإجراءات المتخذة من الدولة لازم يكون فيه إعداد استراتيجية جديدة للقطاع قبل ما يعني يعني على 2019 لازم يكون بنحط فكري جديد للسنين اللي بعدها لأن احنا القصة ان احنا مش بنلعب لوحدنا في العالم كل دور العالم تسعى إلى جذب السياح والدنيا بره بتتغير فهما مش وقفين مش مع مليان مش هما وقفين وقدرنا سيطر وغيرنا الواحد وكله بيتغير وبالتالي يجب مراجعة الاستراتيجية بشكل مستمر وتطبق اللوايح الإدارية والمالية إذا وجدت اللي هي الخاصة بالتحاد الغرف السياحية والوزارات ذات الصلة بالنسبة لتنفيذ الخطة لو سمحت أستاذ وليد تجيب بس تنفيذ الخطة اللي بعد دي كمان المفتاح العربية أعزيم مفتاح العربية أعطهم كلهم يا وليد أعطهم مرة واحدة المسؤولية تنفيذ الخطة مفتاح العربية هندين مين بقى هندين مين ممثلون عن الجهات الحكومية ذات الصلة رئيس التحاد الغرف السياحية رؤساء جامعيات المستثمرين ورجال الأعمال في البحر الأحمد وجنوب سيناء وغيرها من المحافظات السياحية ممثلين عن الغرف السياحية من زاوي الخبرة وفقا للمعايير الدولية لأن ده في المنتهى الأهمية إنهم دولا كلهم يبقوا معانيين بموضوع التنفيذ وموصلين عن قطاع التسويق التجميعة دي هي اللي ممكن تحقق الهدف مش مش أبدا وزارة بعينها أو حتى قطاع بعينه وعين أهم من كل ده بقى هي الكرسى المصرية الشعيرة بقى إن احنا لازم نفصل ما بين وضع السياسات والتنفيذ ومتابعة الأداء تلاتة دولا مختلفين تماما عن بعد إحنا الحتة دي عندنا فيها يعني دي من الجهات من الحاجات اللي عايز إصلاح مؤسسي جامد جدا إحنا عندنا حتى الريجوليتر بشكل عام في أي قطاع بيرقصه الوزير المعني بالتنفيذ فاللي بينظم القطاع هو اللي بينفس في القطاع يعني حتى لو الأداء كويس حتى لو الأداء جيد جدا ده مش جود جوفرنانس ده ليس نظام حوكمي سليم وأخيرا إنه لازم يتعامل تطوير مؤسسي يحقق هذا الفصل ولازم مهم جدا جدا إنه هو يتم وضع الخطوط العريضة للإستراتيجية اللي بعدها بسرعة وإن إحنا نتابع ده ده الشغل اللي إحنا عملناه وحاولنا إن إحنا نحطه بالإنفو جرافيكس وهنعملها لكل القطاعات لأنه أعتقد أنه كده سهل أموري